زيلانسكي يعلن استعداد قواته لخوض معارك جديدة في شرق أوكرانيا إذن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي اليوم الخميس أنه لا يصدق التعهدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده مشيرا إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد ذلك وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية وجاء إعلان الرئيس الأوكراني بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستلتزم اعتبارا من صباح اليوم وقفا لإطلاق النار في ماريوبول إفساحا للمجال أمام إجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية المحاصرة ما اعتبرته نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية لاعبا وقال زيلانسكي في رسالة مصورة نحن لا نصدق أحد ولا حتى عبارة جميلة واحدة مشيرا إلى أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة قليم دومباس الواقع في شرق البلاد